سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة المسائية طبعا نحن نلتقي اليوم بعد انتهاء الجولة الأولى من التفاوض مع عامل سوكشتين لفتني بالأول ما بعرف إذا حدا منكم شافوا الصورة لعامل فيها هيك هوكشتين يعني انه اتورط الزلمة هلأ رايح عند الكيان ليشوف قدت الكيان أكيد بدني حاشبوه على الصورة هون فكرة هذي ترند على التيك توك يعني انه اللبنانية بيعبوا يعملوا هيك هلأ بدني فهموه انه هذي للإسرائيليين والأمريكان يعني يا بتطلعوا عمودة يا بتكون تطلعوا أفقي بالتوابيت يعني فلا بقت عيدة يعني كم مرة قالين لك انه بالدرس الحفظ عن هبل غير الفهم ففهم القصة بالأول قبل ما توقع فيها عنا نقطتين الحقيقة اليوم اللي بدنا نحكي فيهم النقطة الأهم بالحقيقة اللي هي العلاقة بالميدان النقطة التانية في المسار التفاوضي طبعا رح نحكي عن المسار التفاوضي اللي بعتقد بعدني لا أزال عند قناعتي أنه سيأخذ بعض الوقت لكن واضح أنه المسار التفاوضي يتقدم يعني أنه وهذا إلو علاقة بالقدرة الإسرائيلية على التحمل وعلى مواصلة الحرب يعني أنا اليوم هلأ عم بسمع واحد من جماعة 14 شهر ما بعرف إذا واثنين وثلاثة مش بس واحد بلشوا يمطموا أنه كيف بده يصير وقف إطلاق نار ما في شرط اسمه نزع سلاح حزب الله ما أنه كانوا عم بيقولوا هيك أنه هذا نزع السلاح هو الشرط الأساسي لإنهاء الحرب وأنه خلص انتهت القصة ونهاية حزب الله صارت هي الموضوعة على جدول الأعمال فأنه بكرة بيطلع لنا حزب الله وبيرفع شارط النصر مع علمي ما في حزب الله كيف بده يطلع يعني كيف بده يطلع ويعمل شارط النصر يعني باقي حزب الله طيب باقي حزب الله بصواريخ تصل إلى تل أبيل ما حدا عم يقدر يقول أنه هذه لازم تنزع لحتى نقدر نأمن العيش بسلام إلى جانب لبنان يعني الإسرائيلي ما فينا نعيش وحدنا صواريخ مع قوة عقائديا تقول أنها لا تعترف بإسرائيل وثبت ما عد نظري أنها تملك صواريخ تصل إلى تل أبيب ودقيقة وتصيب وعنده الإرادة والعزم أن يرسلها وأن يقصف بها تل أبيب عنده طائرات مسيرة دقيقة بتفوت على غرفة نوم الرئيس حكومة الكيان شو يعني أنه إسرائيل تقبل الوصول أو تبحث عن الوصول إلى وقف إطلاق نار هلأ بنحكي عن الشروط لكن لا يطرح هذه المهمة يعني يقول بالتساكن لأنه سقف ما يمكن أن يعد فيه سمعت بعض المحللين أنا اللي خبراء بالشؤون الإسرائيلية يعني عم بيحاولوا يقولوا أنه الإسرائيلي الآن بالنسبة له هذا إنجاز كبير أن يصل إلى تثبيت حل دائم على الجبهة اللبنانية عن جد عم تحكوا؟ يعني صار إنجاز كبير تثبيت حل دائم على الجبهة اللبنانية أنه صار التسليم الآن بأن حزب الله هو قوة ضاربة مرعبة مخيفة يكفي عزلها عن التهديد لإسرائيل يعني أنه ما عد النقاش هلأ أنه إذا إسرائيل فيها تربح حرب على حزب الله هلأ صار النقاش أنه إسرائيل تخلص من هم حزب الله فإذا كلفة التخلص من هذا الهم لأنه هيك كان عم بيقولوا من داخل الأراضي المحتلة يعني اللي بيتابعوا الملفات الإسرائيلية واللي طبعا بهمهم أنه يبقى حزب الله جزء من قوة المواجهة مع الإسرائيلي وعم بيعبروا عن قلق بصورة أو بأخرى يعني بدون ما يقولوا هالشي عن فك دور حزب الله بالعمق الإسرائيلي أو بالمعركة الفلسطينية الكبرى هلأ من نائشة هاي بس أنا بالأول بدي أقول خلينا نطلع الخلاصات الخلاصات هي أن هناك إجماع عنده الذين يضمرون الشر لحزب الله واللي كانوا يحتفلوا بلبنان وبالعالم العربي يتبادلوا التهاني بأنه خلاص دخلنا مرحلة إذا فيه اتفاق سياسي فسيكون شرطه إنهاء حزب الله وأنه حتى إيران باتت تعلم بأن عليها أن تتخلى عن حزب الله كي تتمكن من الوصول إلى اتفاق حول ملف النووي وغيره وبعتقد عم تسمعون يعني هاي النغمة اثنين إنه لبنان ما في إمكانية أن يحصل على إنهاء العمليات الحربية الإسرائيلية اللي بتهدد العاصمي وبتهدد بالتدمير الكامل لما تبقى من لبنان وبالقتل العشوائي المفتوح وهو ما عنده المشكلة إنه يقولوا اي خي بس ما هي إسرائيل يعني إنه هني بيستخدموهن بسياق التحليل باعتبارهم يعني إشياء إنه اي طبيعية يعني بعد شوية بدنا يقولولنا خرجكون يعني إنه بيبطلوا لبنانية وبيبطل اللي عم ينضرب بلدهم واللي عم ينقتلوا بأولاد بلدهم ماشي خدوا ماشي تكون لكن السؤال هول اللي كانوا عم بيقولوا هيك عم بيقولوا لن تقبل إسرائيل بأقل من نزع سلاح حزب الله حتى مبارح أنا حكيتكن عنه اليوم شفتم غير هذا الشيوعي يعني بطل عم بيقول إنه نزع سلاح حزب الله وإنه هلا لنشوف إذا حزب الله بيقبل أو ما بيقبل وبيقدر يعني وصل إلى حالة الانهيار التي تسمح له بأن يتفادى الإعدام والتصفية مقابل تسليم السلاح لا بطل عم يحكي هيك هلا هلا صار عم يحكي إنه الهدنة العودة إلى اتفاقية الهدنة وبيقلبوها إنه بـ 24 ساعة لواحد منهم مستعدي له العفو هذا يعني رشح تشارين لابد منه مع تغير الطاقس باعتذر فما عنده مانعي ومبارح كان عم بيقول إنه ما في وقف إطلاق نار بلا نزع سلاح حزب الله والـ 17-01 ما بيتحقق إلا إذا نزع سلاح حزب الله حر وهيك أرى الموضوع وبالمقابل اليوم بيقول لا العودة إلى اتفاقية الهدنة وإنه إسرائيل بدأ تعمل ترتيبات إنه ما بقى يقدر حزب الله مرة أخرى أن يعود طيب بشو عاد حزب الله يعني بعد الـ 2006 نشغل مخنا شوي بشو رجع حزب الله فات على معادلة غزة مش بالصواريخ يعني فات بالرشاشات فات بالعبور يعني دخل إلى الأرض الفلسطينية لا فات على الجنين لا يعني إذا أنت أبعدت كبشر إنه هاي القوة الضاربة لحزب الله طلعت برات الليطاني أولاد القرى ما رح فيك تطلعون لأنه هون في حدا سائل إنه بيسلمونا لليونيفيل بيسلموا الناس أكيد مش ابن الجنوب اللي عيلا لأنه ابن الجنوب بيعرف إنه أولاد الجنوب باقيين بجنوب وهم كلهم مقاهم وكلهم مسلحين ومين فيه يطلعون مين فيه يطلعون واليونيفيل بدأ فيها ليهون شو هالمزحة بدأ بدأ يعني تمشي حيات حياتي يا رب السطرة حدا فيه مارس عليهم سلطة حتى الجيش حتى هؤلاء ناس عندهم شربانين من حليبات أمهم وبيعرفوا معنى الكرامي ومعنى العنفوان ومعنى العزة بالآنون تاخد منهم اللي بدك هي أما بخلاف القانون يعني بدك تفوت على بيوتهم تسحب سلاحهم الفردي بيسحبوا روحك ممكن تيونيفيل أو غير يونيفيل لأنه هذا على كتافهم في عدو بيعرفوا حافظينه سبعين سنة ما بيحميهم منه إلا سلاحهم فلذلك هذا مش مطروح للنقاش يعني مش موضوع على الطاولة أنه هو شباب القرى شباب عيترون وشباب بنت جبال وشباب عيتا وشباب الخيام أنه هو بدهم يعدوا بالأسلاح ببيوتهم والإسرائيلي مسلح حتى أسنانه حتى المستوطنين وأنه اليونيفيل بتحميهم أو الجيش الذي لم يسلح بيحميه هو هني المقاومة أصلا المقاومة هي هؤلاء كيف ستتركهم ما هي هم كيف تتركهم حدا بترك حاله ما هني المقاومة لمطروح انسحابه من جنوب الليطاني هو السلاح الثقيل هل بقي ثمت قيمة بعد 2006 للحديث عن حد الليطاني في مقاربة مسألة الصواريخ يعني أنا رأيي هذا السؤال هذا سؤال من بـ 82 كان أبعد سلاح يستطيع الوصول هو الـ 45 كيلو ماتر فطلعوا بنظرية بدنا نفوت 45 كيلو بالـ 2006 كان السلاح اللي عنده المقاومة الكاتيوشا وطلع أنه الكاتيوشا إذا رجعنا المقاومة يعني السلاح الثقيل إلى ما وراء الليطاني يعني القدرة محدودة على الاستهداف الآن عن شو عم تحكو عشرات ألاف الصواريخ البعيدة المدى عند المقاومة أي الليطاني والله وراء العاصي بيظلوا يطالوا رجعوا وراء نهر العاصي اللي بيصب بسوريا بمنطقة الغاب وقال لهم ما تكون تعدوا وراء الغاب وراء الغاب 300 كيلو ماتر بيظل يطال الأراضي الفلسطينية بعمقها يعني لذلك هذا المساحة وهمية هاي المساحة مثل الحكاية اللي حكينا لكم عن اللي ربط الحمار أنه قاله للمستوطن أنه نحن رجع لهم وراء الليطاني مثل أنه هينا ربطنا الحمار بالحبلة نفس الشي ولما يجي بده يمشي ما مشي آمله يلا هي فكي ناله الحبلة يعني لعبة وهمية لأنه حقيقة ما لدى المقامة من صواريخ لا علاقة له بمدى الليطاني وغير الليطاني وعشر كيلو وخمسة عشر كيلو وعشرين كيلو منبارح كان الصاروخ على تل أبيد ودقيق ورأس خمسمائة كيلو جران مش ميتة ومش خمسين ومش مية وخمسين هذا أضخم صاروخ بيوصل ويبدو لا زال هناك ما هو أشد قوة في طاقته التفجيرية وبالتالي فإذن ليش الإسرائيلي هلأ صار مهتم يوصل إلى حل يحفظ له شكلا هون في عقدة بعد ما عنا جواب عليها هل سيسلم الإسرائيلي بالتخلي عن الطلعات الجوية أنا لازلت أقول أن التخلي عن الطلعات الجوية أهم مليون 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 مرة من بقاء سلاح صواريخ المقاومة الخفيفة جنوب الليطان لأنه التخلي عن الطلعات الجوية وهذا أمر ما بيتخبه هذا أمر يفحص المقاومة قادرة أن تفحصه بشبكات رادارات العديدة الموجودة والتي بتحصي وبتابع وكيف بيشوفوا الطائرة المسيرة وبسقطوها إذا ما في عندهم رادارات عندهم رادارات بدليل إسقاط الطائرات المسيرة الأربعمية وخمسين والهيرز والتسعمية من نوع الهيرز هولي بحلقه على ارتفاعات عالية ما بيكشفوا إلا بالرادارات فالمقاومة أدرة تمسح الأجواء هل إسرائيلي واصل إلى أن يسلم باللي ما سلم فيه بعد الـ 2016-18 سنة؟ إذا واصل يسلم فيه يعني هو يسلم بأنه هزم في هذه المعركة يعني هو يسلم بأن ما حققته المقامة في هذه المعركة هو أكبر من الذي حققته عام 2006 هذا معنى وأنه هو يريد الآن أن يصل إلى الخروج من الحرب إذا هذا ثمن الخروج فهو مستعد يدفعه ليش عمولها الحكيم؟ لأنه المعلومات اللي من الجبهة البرية تفوق التوقع بصراحة المعلومات من الجبهة البرية أنه الإسرائيلي انسحب من الخيانة انسحب من الخيانة انسحب من شمع انسحب من المحاور التي كان قد تقدم فيها على جبهة طلوسة وعلى جبهة عيتارون حالة انهيار في بنيته البرية المرحلة الثانية من العملية البرية أسقطت حاول فات على شمع حاول فات على طير حرفة حاول فات على البياضة بتلا تتكسر تعرف شو يعني تتكسر؟ تتكسر عنده بين 20 و 25 قتيل و 100 جريح بهذه الجبهة و 5 دبابات ميركافة وجرافة هذا محور واحد بها العشر تيام بها الست تيام سبع تيام روحوا على المحاور الثانية عنده مثلهم هاي الكتيبي 51 من اللواء جولاني طحبشت ما باقي فيها شيء هذا الكمين المركب اللي صار على مثلث عيتارون عيناتا مارون اللي بيوصل على بنت جبيل هذا اللي هني قالوا انه بقال ببيت وطلعوا 4 مسلح 4 مقاتلين بوج 15 واحد قتلوا منهم 5 وجراحوا منهم الباقيين هذا اكبر من هيك بكتير واليوم بيبيان غرفة عمليات المقامة فيه تفاصيل الحقيقة بس ما حطين ارقام لكن هيدا مش قال من 100 بين قتيل وجريح النقطة التالتي بالخيام بالخيام اللي هن خمسة ايام عم بيقاتلوا من 4 جبهات وبكل جبهة دافشين سريه وهون ملاحظة أنا اللي كنت عم قوله ببداية المرحلة الثانية انه عم بيجربوا هالمره يجمعوا النقاط انه المرحلة الاولى كانوا عم يعملوا كل نقطة لحال الخيام لحال مارون لحال عيتا لحال هالمرة جمعوا الكل لكن واضح انه في ايامها الاولى جمعوا الكل على نطاق سرية لكن الان صار على نطاق كتيبة يعني 3 ايام الاخيرة كتيبة بالخيام كتيبة محور بنت جبال كتيبة على محور يعني فيه لواء عم بيقاتل فيه 2500 جندي بقلب الاراضي اللبنانية هن اللي عم بيقاتلوا هذا نطاق الكتيبة ومجموع لواء على الجبهة بعد فيه اعلى منه مرتبة وحدة انه يصير نطاق لواء في كل محور والمجموع فرقة هذا ما بتساعه الجبهة هذا الجبهة ما بتساعه بالجغرافيا بالتالي هذا اعلى ما يستطيع ان يفعله هل دخل الانهيار مرحلة غير قابلة للتحمل ما منعرف لانه المعلومات اللي جاي عن وضع الجيش الداخلي منعرفها من تصريحات القادة السابقين من تصريحات المعلقين ومن تحركات الجنود الاحتياط والضباط الاحتياط اللي عم يرفضوا الالتحاق واللي صارت ارقامهم الاف ففي زلزال يحدث داخل جيش الاحتلال وهذا الزلزال يضغط على القيادة العسكرية وعلى القيادة السياسية لإيقاف المعركة بأي ثمن هذا واحد هذا ما نحطه بالحساب وهذا اللي بيفسر هذا بيشبه وقت انهاء حرب تموز عن فكرة انه لما تلفن أولمرت لجون بولتون وقال له هلا بتكون تروحوا تعمل وقف اطلاق نار ويجا السفير الاسرائيلي عند حمد بن جاسم على جناحه بالأوتال وهو رواها يعني انه قال له خلاص وقف اطلاق نار قال له لبنان هيشروط وقال له فليكن وهلأ لبنان هيشروط وقال له فليكن هل نحن أمامها قد نكون ما بنعرف لأنه فين هيار عم بصير يعني مبارع نتعوا شوي بوسط بيجي والله ما بيجي هوكشتاين رد نفعل بيجي والله ستين عمره ما يجي يعني ما حدا هيعملوا اللي عخاطر اسرائيل لحتى يجي قال لا لا جاي عملوا هالمناورة على بيروت أهداف حرام يعني الشهداء اللي راحوا هيك بس لحتى يسجل الاسرائيل وضرب بيروت ردت المقامة على قلب تل أبيب قامت لإيام على ليلة تنيها ولت لشو ربط بيروت ما خلينا كل تل أبيب محي دي طيب فإذا بدأ الوضع يصبح كارثيا عند الاسرائيل نيع هذا الوضع بدو يلاقي له حل أنا بعدني عمول إنه بالآخر بفضل يروح على غزة هلأ بس أنه بقول أنه المنطقي والطبيعي بدل ما يدفع هذا المهر العالي بيروح على غزة بيعمل اتفاق بيأمن له وقف إطلاق نار بغزة وبلبنان وهذا هلأ في مؤشرات بتقول أنه تحريك ملف غزة يتم على نار ساخنة ونار حامية هذا كله قائم لكن هون بنا ناخد بالاعتبار التالي أول شيء للي المقامة شو بد بإسلاح المقامة حتى الدفاع عن لبنان يعني ما هي تعلم أنه هذا مشروع لم تأتي إليه سيأتي إليك هو في مرحلة نزول والاستعداد للمعركة الفاصلة لإنهائه لا بد أن تكون على جدول الأعمال وهذه مقامة مش موجودة لحتى بس أنه تتسلح وتتجهز لكن بعد معركة بهذا الحجم يا شباب بعد ضربات بهذه القسوة بعد اغتيال أمين عام وضرب اللي هو له ما له ويمثل ما يمثل وضرب القيادة كلها العسكرية والميدانية أنه المقامة يطلع منها أنه تذل الإسرائيلي وتكسر أنفه وتجيبه على أن يقبل بأن يدفع أثمان لم يدفعها بعد 2006 أنه هذا مش بس انتصار لك هذا انتصار مكلل مجلجل لا يمكن إلا الاحتفال هاي بركة الدماء الشهداء ويبدو أنه نقترب من هذا يبدو أننا نقترب من هذا اللي بدو يصير معه هيك على جبهة لبنان ولو ما وقف فورا عمل اتفاق بغزة هذا ما فيه كمل بغزة هذا خلص انتهى على كل الجبهات وبالتالي انت عم تعمل ترتيبات وقف النار هون بيكون عمل وقف اطلاق النار هون هلا انا هي قراءتي قراءتي انه هوكشتاين الجو اللي جاي فيه هو جو تخفيض صقف الشروط عدم اظهار العنجهية بانه انتوا احرار بدكن بدكن انا عم حاول ساعدكن ما بدكن مثل ما مرة قالنا عن الغاز اذا بتتذكروا قالوا له الوزير باسيل بيقول انه كاريش مقابل قانا فاتبسم هيك ضحك قالوا انا بقول انه فيه عنكن فرصة الان تحصل وعلي بنعرض عليكم ما بدكن يا بلاش ببطل فيه اتفاء لما راحت المسيرة على كاريش ايجا مثل الشاطر يعني وانه بدنا نلاقي حل وانه لا بيضل فيه نقطة بالوسط وهذا وكاريش وقانا بيصير الشاطر الان هو كما بعد مسيرة كاريش وليس كما اقبلوا ما يعرض عليكم لانه هذا هو افضل الموجود هذا المناخ الذي يتصرف فيه هوكشتاين واللي جابه اصلا وانه الدلع والتلويح بينه بيأجل وما بيأجل هو هذا الذي اثبتته المقاومة خلي نحكي بصراع هذا شغل الميدان هذا مشغل شي واضح ان المقاومة في الميدان عملت العمايل يعني غيرت المعادلات قلبتها رأسا على عقد وبالتالي بهذا المعنى اذا نحن قدام مشهد جديد طبعا المقاومة يعني منطقها هو عدم الادلاء بمعلومات الحج محمود ماطي كان على الجزيرة وقال انه يعني نحن ما فينا نحكي معلومات ما حدا عنده معلومات انا فرصة لتعرفوا الكذاب يلا احضروا تلفزيونات الليلة لبنانية وعربية وكل واحد بيقلكن انه عنده معلومات سجلوه على قائمة كذاب لانه لا هوكشتاين رح يحكي كلمة قبل ما يوصل عند الاسرائيلي ما هو بيشتغل عنده معلمينه بلده دولته جيشه والرئيس بري يعني واستعينه على قضاء حوائجكم بالكتمان انا بالعادي بمورق لعنده بشكل يعني لما فيه هيك قضايا فورا بهاي الحالي ما مرأت لا لا بحرجو لا بحرج حالي لانه لن يتعدد وبالتالي يعني اللي بيلكون هلأ انا نصيحتي الليلة اضوها على التلفزيونات نقله بس لتفتشوا مين بتضيفوا على احد كزاب اللي بيلكون ووفق معلوماتنا فان الذي جرى بين الرئيس بري واوكشتاين كذا تقدموا بالنقطة الفلانية وشكلوا لجان مختصة بيلملمون من هذا من الصحف يعني من المواقع وبيألف لهم حكاية الشيء اللي بيقدر الكنية الاكيد هو ان موضوع الحدود السورية هذا اللي مفاجئ سحب من التداول موضوع البقاء في الاجواء والتحرك في الاجواء سحب من التداول هلأ لبنان اللي عنده طلبات انه تفسير الدفاع عن النفس شو الضوابط التي سوف تتحكم به علما انه النص هو دفاع للطرفين يعني كمان المقامة عندما تشعر بالقوة هي تستطيع ان تقول ان ثمت تحركات مريبة في منطقة الجليل ولذلك ضربت عليها صارو يعني شو فبالتالي بلشنا ندخل بمرحلة علينا ان نقرأ النبض فيها اكثر من التفاصيل والنبض فيها خلينا نفهم لما بتنعرض قدامنا التفاصيل ما اذا كانت صحيحة او كاذبة النبض الان يقول ان اسرائيل في حالة نزول وان المقامة في حالة امساك بالدفة والسيطرة على زمام المبادرة هذا هو الوضع وهي هي الصورة وهل ننطر هذا هو المشهد الان المشهد ان المقامة في الميدان فرضت ارادتها فرضت شو يعني الانسحاب انا عم بسألكم لما بيفوت بسرية مشات وسرية مدرعات على شمع وبعد قتال ثلاث ايام بيطلع لما بيرجع بيفوت عطير حرفة وبعد قتال ساعات بيطلع لما بيفوت على الجبان وبعد قتال ساعات بيطلع لما بيحاول يفوت عنا قورة وبيفشل ماذا يعني هذا انا رأي كل الاسئلة هلأ عن جبهة الاسناد وماذا سيجري يعني مش وقت لان ولا ما في عنا وقفة لاقنار لنحكي اذا صار وقفة لاقنار بشروطه منحكي عنه منقول شو رح يصير بالاسناد اذا بقيت الحرب بغزة مكملة لانو انا رأي الذي سيبحث عن حلا يخرجه من هذه الورطة مع لبنال رح يعمل نفس الشي بغزة يعني ماني شايف انه الاسرائيلي له يعني صفتين انه سيكون جبارا في غزة ولديه مشروع ولديه مخطط انا بستغرب هو اللي بيظلوا يحكونا على المخطط الاسرائيلي ومشروع نتنياهو وهو ينهار وهو ينهار وهو يفشل وهو يعجز ووضعه الداخلي يتأزم ويلاحق قضائيا من قبل عبقا على اسرائيل واسرائيل صارت عبق على الغرب هلا في ناس ما بده تصدق هي حرة حرة تظلم انه في مشروع اسرائيلي ابدي سرمدي وانه اسرائيل قوة جبارة خطيرة يصطف له انا عم بحكيكم اللي انا شايفه اللي بخبرتي بتجربتي قناعتي اللي قاله سمحت السيد عباس الموسوي بالزمان انه اسرائيل سقطت انا بقلكم اسرائيل سقطت هذه اخر حروب اسرائيل اسرائيل التي تشتري وقفا لاطلاق النار مع لبنان تمتنع فيه عن استخدام الاجواء اللبنانية ولا تطرح فيه مسألة الحدود اللبنانية السورية كشرط وهذا الشرط فيها توقف عنده على فكرة تقول بنص السبعة سفر واحد حزب الله ممنوع يتسلح منقال التسليح محصور بالدولة الشرعية نحن بعد 18 سنة يبين انه هذا ما تطبق فاذا يجب تغيير الاجراءات اللي كانت موجودة وهي الاجراءات اللي كانت موجودة كانت تعتمد على الدولة اللبنانية ما عد فينا نوثق فيها فيجب تدويل البحر والجو والمطار والمرفأ واليوم ناشر الصحف التابع على امريكا في لبنان هالنظريات لن يقبل الامريكي اقل من قوة امريكية في المطار وقوة امريكية في المرفأ واشراف امريكي بريطاني فرنسي على الحدود لا لأنه بيعرفوا انه هذا اسرائيل بس رح يتفاجأوا اذا بعد ما تفاجأوا انه هقولي كلهم مشواردين وانه الاسرائيلي خلص يعني مش قادر ما قادر يقول بد يبقى قاتل لحق هول معد في قاتل عشان هيك عملكنوا الوضع كأنه كأنه يشبه تلك اللحظة التي تصل فيها اولمرت بجون بولتون وقال له وقف اطلاق النار بأي ثمن قال له بأي ثمن عملونا وقف اطلاق نار انا عندي احساس اننا نحن نقترب من هذه اللحظة وانه هن بنوا على الضربة القاتلة انه هاي بعد منا بينتهي حزب الله وبيفوت جيشنا بيلم اول مفاجأة كانت هي الثبات انه ظلت الصواريخ ظلت الناس على الجباه ارروا الحملة البرية صدموا المرحلة الاولى اربعين يوم من القتال البري ما قدروا يعملوا ولا انجاز قالوا منجرب بطريقة اخرى هلأ جيش عم يفرط عم يفرط بالعمليات وبالمواجهات شو يعني انت مفوت سرية مدرعات وسرية مشات على جبهة القطاع الغربي الفرقة 146 ومفوت كتيبي على الخيام من الفرقة 210 ومش عم تقدر تقلع فيه هون وانسحبت الآن نسحب اليوم هلأ من ساعة نسحب من جنوب الخيام ومن شرق الخيام والظهر نسحب من كل منطقة شمع وهذا وانه يعني بعض التحسب لان المقامة هي شغلتها انت تحسب منه يمكن يحاول يعمل التفاف على البياضة بدون شمع بدون طير حرفة وبدو يتكسر طبعا وعنها قورة ما قدري يفوت طيب بنت جبال قلعة صامدة يعني ما بيحلم يشوفها شو باقي له هذا البر والنار طلعوا بحيفة اليوم شو صار فيها حيفة مبارح واليوم يعني فالح أفلاحة 70 و80 صاروخ وقواعده العسكرية كلها قواعده البحرية قواته مراكزه حيفة كريات شمونة وكريات شمونة ما بيح حجر على حجر بكريات شمونة وتل أبيب دخلت على الخط حال فيه قرر أنه يمضي بالحرب بس ما يعلي سقف الطلبات لأنه سقف الطلبات بده قدرة تحمل حرب ما حدا حيقب له فيجب أن يخوض مزيد من الحرب ويبذل مزيد من القوة بده يكون قادر يحمل بده يكون بنيته الداخلية تتحمل جيشه بيتحمل مين بيعرف إذا جيشه بيتحمل هو بيعرف هو بيعرف أنه انسحب من شمع بسبب حالات الفرار انسحب من شمع لأنه قالوا له أنه نحن فيلين مثل مصار تتذكروا بالشجاعية انسحاب السرية بدون أمر وأنا أميل إلى القول أن الذي جرى في شمع هو انسحاب بدون أمر أنه كمية النار اللي عم تنزل علي هون وحجم الضغط اللي عم بتمثلوا المقامة أنه ما بقى فينا بدكونوا بعتوا غيرنا لما بتوصل الأمور بأي جيش إلى هذا المستوى لما بتوصل بالخيام وهم بالخيام احتمال يكون هيك أنه ما عاش فينا قلنا خمسة أيام رح نموت من الصرع صواريخ وإطلاق نار وهولي ناس شو بعرفني من أي صخر جبال معمولين ما بينهزوا ما في غيرنا بهالجيش بعتوا غيرنا يا أتن لما بتصير الأمور هيك بتصير هيك بالمفاوضات ليقولنا حلي أول مرت هيك قاله لجون بولتون قاله أنا بروح إلى حد قبول شروط لبنان قاله يا أخي أقبالك خلص قاله لأنه الأسرع أنه نقوله نقبلنا وإلا نرجع نروح مفاوضات تاخد له يومين ثلاثي قاله روح أقبالك واتصل بسفيره قاله روح شوف حمد بن جاسم وقبلنا وأنا أقول هم اتصلوا بهوكشتاين وقالوله حاول القد ما فيك تمثل أنه بتظبط وما بتظبط وعطوني وقت لإدرسها بس بالآخر 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 باللي بيمشي وقفة لاقنار بس خلوها ببالكم واسمعوا تسلوا باللي رح يخبروكم أنه هني بيعرفوا شو صار بالمفاوضات وحطوا هاي اللائحة كذب 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 اللي قاعد تحت الطاولة كان واللي فات يعني فرعت خط تليفون تنصت واللي أنه علمنا من مصادرنا يعني أنه عساس إذا هو تستقبله السفيرة الأمريكية أو القائم بالأعمال أو هذا فأنه لازم نصدق أنه عطوه معلومات يعني أنه مصادرنا تقول يعني فالمهم ومن جماعتنا كمان يعني في ناس هك يعني بيطلعوا أنه حزب الله علم من الرئيس بري هو من خاصات حزب الله فأعطيها التفاصيل يعني الحج محمود أقماطي بيطلع بيقول أنه نحنا ما ممكن نقول كلمة لأنه هاي بتأثر يعني على المفاوضات وحزب الله لا يكون ضمينا إذا مش شايف قدامه مشروع انتصار بصراحة يعني أنا كلام الحج محمود أقماطي بيقلي أنه اللي عم بيصير بالمفاوضات هو قال أنه الإسرائيلي معودين عليه نحنا كيف فعله في غزة يعني هذا شطارة يعني أنه بدون يحلبوه بعد للإسرائيلي بالتنازلات أنه بعده عم بيناور بعده عم بيقدم هذا هي طريقة غزة وبالمقابل نحنا متكتمين ليش متكتمين لأنه اللي حاصلين عليه مهم كتير فلازم نتكتم كي لا نفسده نحن يعني فإذا تسلوا هلأ بيقول المحللين وتسلوا بطرفين بجماعة الخبراء في الشؤون الإسرائيلية اللي عم بيقولوا أنه مشروع نتنياهو مشروع نتنياهو بأي ثمن ينهي حرب لبنان يا شباب مين فتح حرب لبنان حزب الله عمل جبهة إسناد بقيت على 11 شهر و12 شهر ماشي حالة والإسرائيلي يعني لأنه تأكلم الطرفان مع قواعد الاشتباك فيها اللي حولها إلى حرب كبرى هو الإسرائيلي كيف صار استراتيجية الإسرائيلي هي الوصول إلى حل مع لبنان صارت بعدما انهارت قولوا هيك صارت بعدما انهارت وإذا انهارت فهي لا تنهار على جبهة وتبقى قوية في الجبهة الثانية يعني انهارت يعني الجيش ما بقى أبدو يقاتل ما بقى أبدو يقاتل لا بلبنان ولا بغزة لأنه لا نحكي بصراحة القتال في غزة أشد ضراوة طريقة أداء المقاتلين المقاومين في غزة بمواجهة جيش الاحتلال مؤلمة وموجعة لأنه هو محتل وبيطلعوا له من تحت الأرض ومن بر يعني حرب عصابات حرب مقاومة بوجهة احتلال ما بيعرف مين بيجوله بينما بجنوب لبنان لا جبهة يعني يعني الذعر في غزة أعلى من الذعر في جنوب لبنان عند جنود وضباط الاحتلال هذا اللي عم بقصد قوله فاللي بده يوصل لاتفاق بلبنان رح يروح هرولي هرولي على غزة ويمكن هو اليوم مش قادر يعتمد الشي اللي أنا قلته يعني توقعته أنه بيروح بيعمل اتفاق مع غزة بياخد فيه وقف اطلاق نار بلبنان لأنه يبدو عمل جسط نابض إذا بيقبلوا المستوطنين يرجعوا قالوا له ما منرجع ما منرجع وهو يواعدهم أنه بخروج حزب الله من جنوب الليطاني بيكون صار في فرصة ترجعوا قد يكون هذا السبب اللي عم بيقليه مستعد يأتو الحال ولا يوصل إلى اتفاق على كل حال هذا الذي عندنا رأبه جماعة الـ 14 الشهر اللي بلش يلطنوا من هلأ اتفاق وقف اطلاق نار بلأ سحب سلاح حزب الله ما بيجوز ما بيصير هلأ اسمعوهم عم يحكوا هيك ما بيصير يا خي خمتونة عرفتو كي انه انه اسرائيل انهارت قدام حزب الله ونحنا عم نقول حزب الله انهار وخلص طيب كيف ما ننبيع السردية والرواية تبعنا بعد واحد هدي كل يوم طالع مع رندلة جبور اللي بوجه لتحية طبعا للأستاذة رندلة وبيقل لها انه أنا عم شوف الافلام الاسرائيلية الفيديوهات اللي عم بيوزعوها طيب بكرة الاسرائيلية حيقولولك فايك فيديو شو بتعمل انه عم بيوزعو قال هنه وخلق مبيني خي مبيني انه حزب الله عم المستودعات تعتم ما بقى فيه مستودعات عظيم عظيم بس بلك تخبرنا انه ليش ما عم يقدر يفوت يعني هو نفسه ليش هلأ نسحب من كل المحلات اللي كان مقدم فيها ما فيك تاخد اليوم اللي بيكون مقدم فيه تعتبره علامة واليوم اللي بيرجع فيه انه هيدا تشطبه من الرزنامة مش حلوي هاي علامة ورزنامة بليش تركن ستر من الله جماعة هو جماعة 14 مضحكة هلأ بكرة بس نخلص بس تخلص الحرب هني من هلأ اليوم سمعت واحد منهم وبكرة حزب الله بيطلع بيرفع ليشارة النصر يا حبيبي ما انت عساس ما في حزب الله باقي لا يطلع ولا يرفع شارة النصر على كل حال عندنا هؤل ثلاثة بنا نتسلى فيهم يعني جماعة الاجتماع وجماعة انه اسرائيل اصلا مشروعها تعمل حل دائم مع لبنان اصلا مش هي اللي فتحت الحرب هاي وبالتالي القبول بوقف اطلاق النار هو تلبية للمشروع الاسرائيلي انتبه بما فيه اذا وقف الاجواء وانكسر وانهزم ولبى شروط الانسحابات من الاراضي وهذا كله كله هذا مشروع اسرائيلي هذا مشروع اسرائيلي الانسحاب من مزارع شبعة مشروع اسرائيلي معلاش خدونا بحلم كنوا شوي يعني قالوا بدك تكذب لك كذب يخليها ارضية مش ضرورية سماوية يعني التالتين جماعة الاربع طعش لا تنسوهن الله يوفقكم هؤل لي هلا انه كيف حزب الله بديطلع علق الشيخ ليهن بالون بهذه انه كيف بديطلع علق الشيخ نعيم رافع شارط النصر ويهدي النصر الى سيد المقامة لنروح نقرأ الافتتاحية مقال البناء اليوم وثم ننتقل الى التعليق السياسي طبعا المقالة اليوم باعتقد يعني على اياس في ضوء ما يجري دلع هوكشتين وغارات نتانياهون لأنه مبارح كان يوم مميز في الحقيقة الاعلان في الكيان عن تأكيد زيارة المبعوث الامريكي عاموس هوكشتين الى تل ابيب الاربعاء قادما من بيروت وتأكيد مسؤول امريكي لوكالة اكسيوس ان هوكشتين سوف يصل بيروت قريبا لا يمكن ان يلغيا حقيقة ان التشكيك في زيارة هوكشتين جاء من واشنطن ايضا ولم يكن خطأ ارتكبه هوات بل لعبة مارسها محترفون ذلك ان وكالة اكسيوس التي نقلت تأكيد الزيارة هي نفسها التي نقلت الشك في حدوث الزيارة ونقلا عن مسؤولين امريكيين ايضا كما نقلت عن مسؤولين امريكيين التأكيد فقبل ساعتين ونصف من اعلان التأكيد كانت نشرت الغاء الزيارة وقد شهدت الساعتان غارات اسرائيلية مكثفة وصلت احداها الى قلب العاصمة اللبنانية واستهدفت فيها منطقة زقاق البلاط القريبة على بعد عشرات الامتار من السراي الحكومة مع عشرات الغارات في الجنوب والبقاء هلا عم نعمل الكرونولوجي بالساعات في الخامسة بعد الظهر نقلت اكسيوس عن مسؤولين امريكيين تأكيدهم تأكيدهم ان المبعوث الامريكي اموس هوكشتين ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه برري تأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية علما هذا لم يكن قد حدث يعني الرئيس برري لما قال استغربت لانه لا اتصل فيه ولا شي بس نكبل الخبر واكد المسؤولون ان الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد اجابات من لبنان قبل مغادرة هوكشتين الى بيروت وهو يبدو كان صار رايح على المطار لا يطلع بالطيارة هاي المناورة الاعلامية كان الى وظيفة هي هد الاعصاب انه طار ما جاي الزلامي ما في ما في مفاوضات يعني في قصف على بيروت وهذا يعني يا تباه يا تعساه يا خيش وبدو نعطوهم الملفت هون انه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اللي هو صديق لهوكشتين وطبعا هو ملتزم بالثوابت اللبنانية الوطنية وعم بدافع انا ضروري ان يكون واضحا ان كلامي هنا ليس فيه اي اساءة له او تفسير مجافي لموقعه الوطني لا بس عمول انه هو لما بيوقف بيقول انه كأنه هوكشتين متريث فاذا هذا تأكيد الى ان جزء من المناورة كان الايحاء بتريث هوكشتين حتى وصلت الى الياس بو صعب يعني الايحاء له بان هوكشتين لا الشؤال كان طالع على السي ان ان بالخمسة ونص خمسة واربعين خمسة واربعين ديئة بيقول للسي ان ان انه ما بده الى التشاؤم لكن في تريث عند هوكشتين لانه ما بده يعمل زيارة فاشلة على لبنان وبده زيارة توصل الى ابرام تشوية ولحد الساعات اللي قبل ظهوره ما في موعد رسمي لزيارة هوكشتين الى بيروت علما الرئيس برري قال العكس قال لا هو محدد موعده جاي في الثامنة وخمسة واربعين دقيقة انجل غبار التشكيك بتصريح لرئيس مجلس النواب نبيه برري نقلته صحيفة الشرق الاوسط قال فيه ان زيارة المبعوث الامريكي امس فوكشتين الى بيروت في موعدها يعني في موعد الثلاثة مستغربا كل ما اشيع عن الغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الاجواء الايجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري لكن قبل حديث برري بساعة اشارت القناة الاثناش الاسرائيلية اللي كانت قالت انه يمكن يجي يمكن ما يجي اشارت الى ان المبعوث الامريكي سيغادر الى بيروت بس امتع عقب حصوله على توضيحات من الجانب اللبناني تسمح بالتوصل لتشوية طبعا رجعوا بعدين قال لا اكيد هو جاعة الابيب مثل ما لنا يكون في البداية انه اجى من الكيان الاعلان عن انه هو جاي وسيصل الى الكيان الاربعاء اتيا من بيروت الواضح اذا ان هناك رسالة مدروسة وراء هذا الصعود والهبوط في المعلومات حول زيارة المبعوث الامريكي لانه مسميه دلع يعني هو باللعبة السياسية هذه وظيفته ان يبدو متدلعا فمن جهة هناك تراجع في منسوب القدرة الاسرائيلية على لعب اوراق القوة ولم يتأخر صاروخ تل ابيب كثيرا حتى وضع معادلة بيروت مقابل تل ابيب وقال ان التمادي في طلبات من نوع حرية العمل في الاجواء والاراضي والمياه اللبنانية اي وضع لبنان تحت الانتداب الامني لجيش الاحتلال انه يصير ضفة شمالية يعني وانهاء وجوده كدولة سيادية ويصير هذا الاتفاق مثل اتفاق اوسلو ولبنان الاف وبي وجيم والاسرائيلي بيأسم وين بنطنت بين مناطقه وين بأجواءه حيث الحصول على منطقة جنوب الليطاني خالية من الاسلحة التقيلة للمقاومة باعتبار ابناء القرى في قرىهم وسلاحهم معهم هم المقاومة وهم حزب الله وهم حركة عمل فاذا التمييز بين مكسب السيطرة على الاجواء واللعب بالارض وبالمياه وبين نص السبعة سفر واحد كانوا مخلوطين بعض بالطلبات الاسرائيلية وبدأ من زيارة هوكشتاين انه خلص فصل بيناتهم انه انشالت كل الطلبات بالورقة اللي انبعتت هذا الحكي عن انه بدنا نبعت بدنا حرية العمل في الاجواء بدنا حرية العمل في المياه بدنا حرية العمل البري انشال ما عد موجود بي التمسك بي مثل ما اليوم وزير الطاقة هذا بيضحكني يعني الاسرائيلي لن نقبل وقف اطلاق النار قبل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني يا حبيبي هاي السبعة عشر سفر واحدة يكو بيقول شو عم تخترع البارود ولا بنطلع نحن من قللك لن نقبل بوقف اطلاق النار قبل اعلان اسرائيل الالتزام بوقف الطلاعات الجوية والاستعداد للخروج من مزارع شبعة والبدء بالانسحاب من بلدة الغجر والوصول الى التسليم بالنقاط المتنازع عليها شو شو من كون عملنا كون عملنا عم نقول السبعة عشر سفر واحد بس نحن ما عنا عناتر لانه شعرين بقوتنا مبسوطين فيها انتو اللي شعرين بانه قوتكم مطعون فيها امام مستوطنيكم ولذلك لازم يتبيعوهم اكاذيب عم تاخدوا الفقرة المناسبة من السبعة سفر واحد وبتعملوها شرط جديد كأنه هلأ انتو اخترعتوه هذا مش شرط جديد بس هذا له تمن هذا التمن هو وقف السيطرة الجوية 18 سنة عم تبلدجوا بالجو وبالمياه تجسس وتنصت وتجميع معلومات هذا هذا بدي يوقف وقصف لسوريا وإلى آخره من الأجواء اللبنانية ومزارع شبعة بدكون تطلعوا منها وأول دخوله شماعة تقوله بدكون تطلعوا من الغجار هلأ دلع هوكشتاين وقارات نتنياهو وظيفة واحدة هي محاولة خلق مناخ لبناني تحت ضغط الانهيار للقول أنه مسودة أموس هوكشتاين اللي فيها هالغموض اللي بيسمح بالحديث عن حق الدفاع واستعماله ويبقى مطاط واللجنة الدولية هاي المساندة كمان تبقى مطاطة المشرفة على القرار هذا النص أنه بلا ما تفوتوا هلأ بتقولوا هاي بدا توضيحه هاي بدا تصحيحه هاي فيها وهاي بلاها ما عندكم وقت لأنه هوكشتاين ببطل يجي والإسرائيلي بيفوت عليكم بقسوة أكثر هاي بيروت حتى على جدوى الأعمال واضح أنه هذا هاي الشربة يعني ما حدا شربا وفشلت وصار هني عليهم يطلعوا جديين بعدم مجيء هوكشتاين يقولوا ما بقى بدنا يجي هوكشتاين لأنه انتم عندين وما أخذنا التوضيحات اللي بدنا إياها ومنتحمل تل أبيب ورح نفرجيكم شو بنعمل الواضح أنه الذي جرى هو تفاوض تحت النار وسيستمر تفاوض تحت النار لكن واضح أن التفاوض تحت النار الآن قلبت معدلته لصالح المقاومة صار على الإسرائيل الآن أن يفاوض تحت النار أي أن يتلقى نار المقاومة وينزل بسقوفه بما يتلاءم مع قوة هذه النار كي يحصل على وقفها بثمن يريده لبنان ولا تنازل عنه وهو 17-01 لا زيادة ولا نقصة نذهب إلى التعليق السياسي ونتحدث عن معادلة تل أبيب مقابل بيروت أرسلت المقاومة صواريخها وطائراتها المسيرة مرارا إلى جنوب تل أبيب وشمالها لكنها حافظت على حصر استهدافاتها بأهداف عسكرية حتى عندما سقط أحد الصواريخ قرب مطار بن جوريون كان ذلك مرتبطا باستهداف القاعدة العسكرية الواقعة قربه كانت المقاومة تدخر استهداف عمق تل أبيب وشوارعها التجارية والسكنية لحماية أمن العاصمة بيروت وقد حافظت على رباطة جأشها رغم هول المجازر المرتكبة بحق أهلها في الجنوب والضاحية والبقاع كي تحرم الاحتلال من تصوير استهدافه للعاصمة بيروت كرد على مبادرة المقاومة في استهداف تل أبيب فتركت استهداف تل أبيب ليأتي ردا على استهداف العاصمة فعلت المقاومة معادلات أخرى مثل حيفا مثل كريات شمونة قالت هيك جولان طبريا صفض مقابل استهداف البقاع مستوطنات شمال فلسطين مقابل الجنوب والعمق بالعمق والمدى بالمدى لكنها احتفظت بتل أبيب ورقة قوة لحماية العاصمة أسوة بمعادلة العاصمة مقابل العاصمة وضعت المقاومة بين أيديها معادلات مشابهة فامتنعت مثلا عن استهداف محطات الكهرباء وخزانات النفط والمطار والمرافل يعني كل المنشآت لعننا مثله والهدف هو أن يبدأ العدو بالاستهداف لترد عليه بالمثل عين بعين وسن بسن وإذا لم يبدأ فهي لن تستهدف خلال 36 ساعة وفي سياق الضغط التفاوضي وبسبب الهستيريا والشعور بالضيق ارتكب حماقات الإسرائيلي عملت ثلاث غارات ولا وحدة منها إلى طابع عسكري أمني بدءا من اغتيال حجم محمد عفيف إلى ضربة إزقاق البلاط واستشهاد المختار حسن شومان وبينهما ماريلياس واللي ما فيهم ولا وحدة منهم فيها هدف عسكري أعطاها للمقامة الفرصة قاصة عشية وصول هوكشتاين قالت له تفضل إليك صاروخ تل أبيب وهلأ أربع بنيات بدأت تسقط وتنهار الحرائق شغالة الذعر بين المستوطنين لكن المهم أن معادلة تل أبيب مقابل بيروت دخلت حيز التنفير وبات على الإسرائيلي أن يقيم لها الحساب وعلى مستوطنيه أن يحاسبوه عندما تقصف تل أبيب سكانيا وتجاريا مثل ما صار مبارع لازم يعرفوا أنه رئيس حكومتهم اتكب حماقة باستهداف العاصمة بيروت أحبائي نصل هنا إلى يعني ختام حلقتنا و يعني باعتقد أنه حاولنا أن نقدم بعضا من الأجوبة على بعض من الأسئلة آمل أن يكون الله قد وفقنا بأن يعني نلبي ما تنتظرون أو بعض ما تنتظرون سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا وإلى اللقاء صباح الغد إن شاء الله أبدا شكرا